المعطيات الحالية مخيفة ومليانة تحديات والدولة المصرية بشكل عام والمفاوض المصري بشكل خاص بيبزي الجهد مبني وأظن بيلعب دور تاريخي بس في ظل التحديات هنعمل إيه؟ وما هي أبرز التحديات أولا؟ نعم يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ويعني بشكر حضرتك على الاستضافة الأعلامي البارز والمبرز يوسف بيك الحسيني يعني في الحقيقة القضية الفلسطينية أو قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إن صح التعبير تكاد تكون هي من أكثر القضايا تعقيدا زي ما حقا وصفتها وليس ذلك بحكم تعقيداتها الحالية فقط ولكن تاريخيا هي من أكثر القضايا التي تستدعي عدد من الفاعلين يعني تاريخيا إن نظرنا من هي القضايا أو ما هي القضايا التي تستوعب عدد كبير من الفواعل إقليميا ودوليا سنجدها القضية الفلسطينية الآن الآن تلت قضايا على الساحة العالمية تكاد تكون الأزمة الروسية الأوكرانية الأزمة الفلسطينية بالإضافة إلى ما يجري الآن من تطورات في المشهد في البحر الأحمر هذه الملفات الثلاثة هي أعقد الملفات العالمية آتي إلى القضية الفلسطينية والدور المصري الدور المصري في حقيقة لا يحتاج إلى إظهار الدور المصري لا يحتاج إلى مزايدة عليه الدور المصري تاريخيا وباعتراف كل الأطراف سواء الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين يعني أنا أذكر أن أنا كنت بأشرف على رسالة دكتوراه في معهد البحث والدراسات العربية لباحث فلسطيني أعتقد أنه كان سفيرا فلسطينيا كان يتناول الدور المصري حيال القضية الفلسطينية عبر حقب زمنية مختلفة وتناول هذا الدور خلال الحقبة النصرية سادات مبارك وحتى ما بعد الثورة يعني حتى ما بعد الثورة يعني فوجد أن الاهتمام المصري لم يتأرجح لم يحدث له أي نوع من الاهتزاز أو الحركة البندولية هو خط ثابت اهتمام أصيل تكاد تكون أكتر دولة في العالم قدمت اهتماما وقدمت أموال وجهد ووقت وذلك نابع من يقين يعني نحن لا نمن على أشقائنا وأصدقائنا في الجانب الفلسطيني ولكن ذلك يقينا من أن ذلك جزء من الأمن القومي المصري التحديات كثيرة جدا جدا جزء من التحديات الراهنة الآن جزء منها هو عفوا هو هو تنوع عفوا تنوع التنوع الكبير في الأدوار التي يريد بعض الأطراف الإقليمية أن يقوموا بها أحيانا هذه الأدوار مكملة لبعضها البعض وأحيانا مناطحة لبعضها البعض يعني لنا أصدقاء في المنطقة نعم أيوة حاجة فهمتني الابتسامة دي معناها حاجة فهمتني لنا أصدقاء في المنطقة يقومون بأدوار ممتازة في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يقدمون المصالح الذاتية على المصلحة ربما العامة هنا نجد أن يعني الخطوات التي يتم اتخاذها للأمام يحدث فيها نوع من الارتداد حينما نجد أكثر من ورقة مقدمة على بسبيل المثال لإقتراحات معينة بمسألة تبادل الأسرة مسألة وقف إطلاق النار مسألة العودة إلى ما قبل سبعة أكتوبر إلى آخره نجد أن هناك أكثر من ورقة هذه الأوراق إن كانت مكملة لبعضها البعض فبها ونعمة ولكن في بعض الأحيان تأتي هذه الأوراق متعارضة للأسف الشديد ولا أريد أن أوضح أكثر من ذلك هذا نوع من التحدي تحدي آخر هو الداخل الإسرائيلي لأول مرة يكون الداخل الإسرائيلي أو يتم تجيش الداخل الإسرائيلي سواء الرأي العام أو المجتمع المدني الإسرائيلي أو حتى الثينك تانكس المراكز البحوث اللي هي بين قوسين ليست مؤسسات رسمية نحن نعلم كباحثين وبحاثة أنا بدرس مقرر الصراع العربي الإسرائيلي فأنا عارف كلام ده وبدرسه اللي الطلبة بتوع أن عندي ستة أو سبع مراكز بحثية في الداخل الإسرائيلي مرتبطة مباشرة بدوائر صنع واتخاذ القرار هذه المراكز ظهريا هي انجي اوز مجتمع مدني ولكن فعليا مرتبطة بدوائر صنع واتخاذ القرار هذه المراكز الآن أصبحت شديدة التطرف ولها خطاب سياسي شديد التطرف فهذا نوع من أنواع التحدي الكبير صحيح بين الحين والآخر نجد أن هناك نوع من المعارضة من جانب المؤسسة العسكرية بالتصعيد يعارض نتنياهو بالتصعيد مع مصر لكنهم يؤيدون نتنياهو في كل ما يفعل داخل الإسرائيل فهذه مسألة في رأيي أنها واحدة من التحديات الكبرى صحيح أن هناك نوع من اللائمة مش عايزة أقول يعني تدني الشرعية هناك نوع من اللائمة التي تلقى على حكومة نتنياهو فيما يتعلق ببعض الممارسات التي تحدث الآن ولكن هذه الأمور كلها تتبخر أمام بعض الأصوات التي تعلوا أو كثير من الأصوات التي تعلوا بسحق العرب بمحو فلسطين بعفوا يعني أنهم يقولون بعض العبارات البذيئة حيوانات ليس لهم حقوق ليس يجب قتلهم هذا الطرح هذا الخطاب الجديد الآن خطاب شديد العنصرية شديد اليمينية في نفس الوقت وبالتالي هو يلقي تحدي كبير جدا تحدي آخر من ضمن التحديات إذا كنا نجيب على السؤال تحديات بشكل عام تحدي آخر هو تحدي أن كثير من الحكومات في العالم وخصوصا حكومات الدول بين قسين التي نقول عليها حكومات مدنية ديمقراطية تراعي الرأي العام وتعطي اهتماما كبيرا للرأي العام في مسألة الصراع العرب الإسرائيلي أو تحديدا القضية الفلسطينية كثير من حكومات العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا ألمانيا وغيرها من الدول هذه الحكومات على الرغم من أن الرأي العام أصبح واضح ومتكتل ومتجوه وتم تجمر الآن تأييدا لغزة ومعارضة لإسرائيل إلا أن الحكومات حتى الآن لها قوة وقدر من الصمود وتراهن على خفوة الرأي العام مع مرور الوقت خفوة الرأي العام بل وربما العمل على تضليل الرأي العام ويعني الحديث عن أن حماس هي التي بدأت الحرب حماس هي الإرهابية إسرائيل نموذج للديمقراطية الغربية إسرائيل دولة مدنية إسرائيل دولة تريد أن تعيش في سلام وتعيش في محيط هذا هو الإعلام الذي أو هذه هي الخطابات الإعلامية التي يلوك لها الآن في هذه الدول لمحاولة تقويض الرأي العام الموجود حاليا هما بيحترموا الرأي العام لكن في نفس الوقت لم تنصع دوائر ومؤسسات صنع السياسة واتخاذ القرار للرأي العام حتى الآن